ليك جبيه بمئتين جنيه وانتي ممكن تجبيه بخمسين جنيه بس تعالوا بقى النهاردة ما اقول لكم يعني طبعا الفيديو ده معمول كده بناء على طلب الجماهير يعني كان فيه كم بنوتة كده طلبت مني طريقة الجنباري طبعا الظروف صعبة وبعدان يعني الاسعار غالية قوي مش هينفع نجيب الجنبارة بمئتين ومئتين وعشرين واوقات كمان بيوصل لتلتمت جنيه طبعا على حسب المقاس تعالوا بس ما اقول لكم ازاي تنظفه كويس جدا للبنات الجمال الامارات اللي عايزين الطريقة كاملة طبعا حبيت اوريكو كده شايفين بقى ده الكيس الراملي ده لازم يتشال كويس جدا اول حاجة طبعا هنجيب الجنباري وهنبتدي نشيل الكشور بتاعته وبعدين هنا معي شوكة هبتدي اشيل بقى الكيس الراملي ده بيها او بدبوس او اي حاجة بصوا خدوا بالكو تاني اوضح ادي واحدة جنبارية كاملة هنشيل كده الراس بتاعتها والديل بالطريقة دي وبعدين هبتدي اقشرها بقى من تحت هفتح كده بأدية من ناحيتين وهقشرها كلها طبعا انتي ما تبقي مسكة الجنبارية في ايديك هتعرفي انا بقولك ايه طبعا بطأ لكم الفيديو خالص عشان تاخدوا بالكو بس ازاي تنظفه هنجي بقى كده الجنبارية من ورا عندي سلسلة الظهر كده في كيس راملي انا بعمل هنا بحرف الشوكة تقدر تعملي بدبوص صغير كده من ورا بصوه بيطلع على طول هنعمل بقى كل الكمية دي عودي بقى كده براحتك وربنا المستعان يعني المقاس ده يعني هو حلو في الاكل انما في شغله وفي العماية ربنا يعيني ويعينكو بقى طبعا انا حبيت اعمله بس معاكم عشان اتطلب مني فحبيت اجيبه الاول كده واعمله لكم انما اي حد يقدر يجيب المقاس الاكبر يكون احسن له بكتير فئة التنظيف انما الطعم الطعم واحد والطريقة جميلة جدا تعالوا بس هنخلص الطريقة الحلوة دي يعني هنخلص بقى التنظيف كله لازم ان نقشر الوحدة كويس وكيس الرمل ده لازم ان نخلي بالنا منه كويس جدا طبعا خلاص كده استكفيت وهروح اقعد بقى وخلص كمية بتاعتي كلها طبعا الكمية بتاعتي دي كانت كيلو وربع بعد التنظيف وزنتها عملت نص كيلو بالزبط هنا بقى خلاص غسلتها كويس وجيت هنا اتبلا طبعا غسلتها وحطت عليها ملح ولمون وشطفتها كويس التدبلا بتاعتنا بقى عبارة عن نص معلقة من التوم المفروم ونص معلقة من الكمون وعصير لمونة كبيرة حلوة كده وشوية طبعا من الملح حوالي نص معلقة من الملح هقلب بقى كل الحاجة انا حطتها على بعض بالطرقة دي وخلاص كده يبقى انا تببلت الجنبري بتاعي طبعا مو نقدر نعمله شربة نقدر نعمل منه طرق كتير جدا بس احنا النهاردة حبيت اعمل طريقة بسيطة ومن غير بقى زيت ومن غير قلية ومن غير اي حاجة يعني اسهل طريقة جنبري وكمان احلاهم دلوقتي هنعمل كمان سمك مكريل يعني النهاردة عندنا عزمة بس صغيرة شوية يعني ربنا يخلي حبيبنا عملنا كده شوية سمك مكريل طبعا السمك المكريل تنعرفه ازاي يكون اصلي ولا لا تكون دهر بتاعه ازرق بزيادة يبقى لونه ازرق بزيادة واللحمة بتاعته تكون بتتهري قوي يعني ما بيستحملش طبعا في منه ثلاث انواع لازم نخلي بالن طبعا بخسله ونظفه وافتحه كده من بطنه وبعدين احطه شوية زيت وادهنه وادهن ساك زيت وادخله كده تحت الشوية بياخد لون بس الضهر وخلاص على كده بجهز التدبيل التدبيل عبارة عن ربع كيلو من الطماطم على عودين كسبرة على اللمون على طوم على خل وملح وكمون بس كده وشوية مية بتمشي بهم الخلاط الكمية بقى يعني كمية التدبيل تعملها على قد كمية السمك اللي عندك طبعا انا عملت اضعاف الكمية دي يعني انا عدت الموضوع ده كم مرة تقدر بقى تعمل التدبيل بحالها كتيرة من الاول لو انتي هتعمل كمية كبيرة بس انا بوريكي على انه كيلو دلوقتي بقى الجنبار بتاعنا التدبيل يعني التدبيل بتاعت الجنبار دي بينسيبوا فيها حوالي 10 دقيق مش كتير يعني والسمك بتاعنا اصلا ما بياخدش سوى ولا الجنبار يعني بصتوا النهاردة العزومة دي في حوالي نص ساعة تخلاصي كل حاجة طبعا حطيت شوية من الزيت كده في اي طاصة او اي حاجة عندك تشتغل فيها تستني عليه سخن بس الزيت وتنزلك كده على طول بالجنبار اللي معنا وبقتنيني بقى ايه تقليبة كده بسيطة واشيل ايديه طبعا نزبط الحد هنا في المرحلة دي نزبط الحد طبعا الجنبار ما بياخدش اي سوى يعني ما بياخدش اي وقت على النار هو عشر دقايق بالضبط على نار متوسطة عشر دقايق بالضبط اه هنا الجنبار بتاع انا حطي اكملني كنت حطيه في الفريزل يعني انا نظفته وجهزته وعنده في الفريزل ما استخدمتهش على طول يعني انا ما جبتهش وعملته على طول في وقتها لا انا خلصته وعنده في الفريزل فبيجيب مية او بيسرد مية طبعا ما فيهاش ايه مشكلات السوس ده طعمه حلوة اوي انت بقى دلوقتي ديستا جايباه وابتديت التعمليه هتلاقي ينشف معاك على طول اول ما بتدي ينشف بقى كده يعني مش ينشف قوي بس هو عشر دقايق على النار يكون استوى ويكون السوس بتاعه كمان نشف شوية خلاص بعد العشر دقايق هعصر عليه عصير عصير لمونة واحدة ويعود كسبرة خضرة بس كده خلاص كده الجنباري بتاعنا جهز وخلص وطبعا طلعنا السمك من الفرن وقدمناه وكنا عاملين سلطة و وشوية سمك كمان سمك اللي هو السمكة بوشوكة ده مقليين وعملت رز بسرصة او رز بتماطم طبعا مش عارفة انا عملته على القناة معاكو ولا لا بس طبعا لو حد حبه او حد عايز الطريقة تقدروا تكتبوا لي يا بنات اللي انتو حبينه او اللي انتو عايزينه عشان بس اعرف اكتر حاجة عايزينها او اكتر حاجة حب منها وان شاء الله اعملها لكم هقولك بقى يعني دلوقتي الجنباري طعمه خطير طعمه حلوه اوي بس يعني نصيحة مني لو انتو واحدة ما عندهاش تولد بال ولا يعني مش اتقدر تستحمل تقعد تنظف الكمية دي كلها بلاش تجيبي المقاس ده عشان ما ترجعيش تضع علي وتقولي انا تعبته وزيقت لان بجد متعب تنظيفه اوي لانه صغير يعني الحجم صغير فبياخد وقت كبير طبعا هو موجود الايام دي في السوق بكسرة اوي تقدر تجيبيه لو انت طبعا من الناس اللي عندهم بل طويل وتقدر تعودي وتعملي بقى الفة هنوصحها طعمه جميل جدا طبعا موجود منه بقى مقاسات فيه بـ 220 وفيه بـ 300 طبعا الصغير ده انا جبته بس بـ 50 يعني السعر كده يعني كويس اوي له فتقدر تشوفي وتجيبي اللي انت حباه وربنا يملأ بيوتكم خير وبركة وطبعا لو حد حابب اي وصفة معينة او فيه اي معلومة ما كانتش واضحة تقدر تكتبها لي في الكومنتات وتعرفوني كده اكتر حاجة حبتوها وان شاء الله اعملها لكم وخلاص يعني اشوفوش تكم على خير بقى مع الفي سلام